اهلا بكم اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين والمتابعين اهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي معنا حلقة جديدة اليوم واخبار برضو همة جدا وطبعا زلزال جديد قوي في تركيا وعندنا نبوءة نهاية مارس ان كثيرين يتنبأوا في نهاية هذا الشهر يعني في خلال يومين ثلاثة في كارثة زلزالية سوف تحدث فهنشوف ايه اللي بيقولوه وزي ما قلتلكم يا جماعة احنا بناخد من اذا كان حاجة علمية فهنفهمها واذا كان حاجة تنبؤية فحب الاستطلاع هنشوف ايه اللي بتقال عشان نبقى داريانين بما يقال في جميع وسائل الاعلام العالمية والمحلية ويبقى عندك اطلاع على كل ما يحدث من حولك وهنكشف عن المدن التي يتوقع حدوث زلزال قريبا فيها فيلا بينا نشوف الاخبار بالتفاصيل ودايما ندعو الى الله اللهم نستودعك الارض ومن عليها اللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء الدعاء يغير الاقدار فيريد دايما نتعود في كل فيديوهاتنا حتى نقول هذا الدعاء في هذا العصر الغريب وفي هذا العام العجيب هنبدأ معانا وقبل ما نبدأ بفكركم بعمل اللايك والاعجاب للفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة لو عايز يوصلك كل جديد وكمان يا جماعة نشر الفيديوهات شيروا الفيديوهات خلوا الثقافة العربية في كل البجالات احنا بنتكلم في جميع المجالات الاخبارية مش في الزلازل بس فخلوا الثقافة العربية تنتشر في كل مكان يلا بينا نبدأ ونشوف ماذا معنا الآن هنبدأ بماذا حدث في العالم من زلازل عشان نعرف ان في برضو اشياء كثيرة تحدث في قصة الزلازل حتى الزلزال حالا جهد الوقت واحنا بنتكلم ولكن خلينا في هذا اليوم تمانية وعشرين تلاتة احنا يوم السلساء تمانية وعشرين تلاتة عندنا زلزال بقوة ستة من عشرة ستة درجة قصدي في اليابان ستة درجة في اليابان وهنقول اليابان متعودة على الزلازل ولكن كمية الزلازل اللي حدثة في العالم وقوتها فهي عالية جدا هو هنا بيقاص القوة بحجم الدايرة اللي قدام حضرتك او الكورة دي كل ما كبرت كل ما الحجم بيقولك دليل على كبرى طيب دي ادي واحد هنا برضو كورة كبيرة جدا ده زلزال بقوة ستة واحد من عشرة درجة ويمكن جبنا عنه في الفيديو السابق في جزر سليمان في جزر سليمان امتى؟ يوم تمانية وعشرين تلاتة برضو الثلاثاء تمانية وعشرين مارس اه وبردو ستة واحد من عشرة وهنا برضو زلزال بقوة خمسة درجة في اندونسيا والباقي زلازل هنلاقيها بقوة تلاتة واربعة بقوة اربعة ما بنجيبش تقريبا هذه الزلازل ولكن الخمسة درجة ديت لازم نجيبها خمسة وتلاتة من عشرة درجة ده في الفيديو يوم تمانية وعشرين مارس وزلزال ايضا كبير في جزر سليمان تاني خمسة واثنين من عشرة وقلنا ستة وواحد من عشرة درجة دي معظم الزلازل اللي في بقية العالم اما في منطقتنا احنا فعندنا هذا الزلزال وهنشوفه دلوقتي زلزال بقوة تلاتة وتسعة من عشرة درجة يعني اربع درجات يضرب كهرمان مرعش تاني التركية وده يوم الثلاثاء تمانية وعشرين مارس فاذا برضو ما زال تركيا تحت تأثير الزلازل القوية لما تقول لي تلاتة وتسعة من عشرة او اربعة او خمسة دي زلازل ضعيفة لا دي زلازل قوية تاني بالنسبة لتركيا والبيوت المصدعة ولسه كان في فيديوهات النهاردة بتتداول على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ما زال منازل تقع وبنايات تهد بسبب هذه الارتجاجات اللي هي تلاتة وتسعة او اربعة ما زال بنايات النهاردة وقعت في كهرمان مرعش وبعض المناطق اللي ضربها الزلزال العنيب او الزلزال المدمر فحتى الان بتقع مباني وبتقع بنايات ومنازل بسبب تأثيرات هذه الزلازل لان احنا قلنا تركيا تخطط حتى الان واحد وعشرين الف هزة وزلزال فاذا البنية التحتية فيها والاساسات كلها مخلخلة فاي زلزال زي تلاتة او تسعة او اربعة سوريا او خمسة ده معناه ممكن يهدم منازل وبنايات حتى الان وبرضو جاي في تركيا الان بانه خبر عاجل يعني ما كانوش ما بيجبوش الاتنين درجة والواحد درجة انه خبر عاجل هنا ضرب زلزال بقوة تلاتة وتسعة من عشرة درجة صباح السبت لبرضو هنا نفس اللي بيقولوه دايما الغلط انه بيكتبوه اليوم هنا ولكن هنا قلنا وقع الزلزال الساعة واحدة خمسة وخمسين ومدينة كهرمان مرعش ووقع على بعد سبع كيلو ولكن هنجيب هنا التاريخ عشان نتأكد هو الثلاثاء تمانية وعشرين مارس ودايما تقريبا هم ايه بياخدوا كوبيو بيست من من تاريخ غلط لكن هو فعلا الثلاثاء تمانية وعشرين مارس ولو جبنا هنا بالزبط التاريخ اهو اه تلاتة وتسعة من عشرة الدرجة ومعلش تاني والمدينة كهرمان مارس والتاريخ تمانية وعشرين تلاتة الفين تلاتة وعشرين والوقت اه الساعة واحدة خمسة وخمسين بعد الظهر والعمق سبعة درجات وتلاتة من عشرة يعني سبعة كيلو قصدي من سطح الارض وده يعتبر اه قريب جدا او قريب جدا من سطح الارض ويعتبر فيه درجة كبيرة من الخطورة ودي التاريخ تمانية وعشرين اه مارس الفين تلاتة وعشرين يوم السلساء اليوم اه طيب ايه تاني معانا من هذه الاشياء عندنا النبوءة اللي تكلموا عليها اه بتاعة نهاية اه مارس ده يوم السلساء تمانية وعشرين مارس وبرضو للعلم يا جماعة انا لسه شايف تقرير اه فلكي عن حاجة اسمها استفاف نادر ما بين كواكب المجموعة الشمسية وما بين القمر والارض والشمس اه وبيسموها الموكب الكواكبي اللي باين فيه اه ان فعلا الكواكب كلها في صف واحد اكنها مشة في موكب وراء القمر وما بين الارض فالناس الفلكيين قالوا ان هذا استفاف نادر جدا وهيحدث اعتبارا من يوم تسعة وعشرين مارس اه يوم الاربعاء غدا اه وهيفضل موجود حتى نهاية مارس اه يوم واحد وثلاثين وقالوا ان الاستفاف النادر ده ممكن يؤثر فعلا على اشياء كتيرة جدا اه وطبعا مش قادرين اه يحسبوها لان اه محدش سجل هذا الاستفاف بالطريقة دي قبل كده ففيه كلام كتير ده من ناحية العلم الفلكي ومن ناحية الناس اللي بترصد الكواكب وال والنجوم ولكن هنا كان فيه هذه النبوءة نبوءة نهاية مارس وعالم زلازل يرد على توقعات الخبير الهولندي ورغم فشل توقعات اخير اعلن خبير الزلازل الهولندي توقعات جديدة بشأن حدوث انشطة زلزالية خلال الايام الاخيرة من شهر مارس وبدوره يفند استاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في قسم الجيولوجيا البيئية في الجامعة الاردنية ده نجيب ابو كاركي بيقول له ان ده ما فيش حاجة اسمها كده وان ما فيش حاجة اسمها هندسة الكواكب ولكن الراجل قال ان هندسة الكواكب الحرجة قد تؤدي الى نشاط زلزالي اكبر في الايام الاخيرة من مارس من المحتمل ان تصل قوتها الى اكثر من ستة او سبع درجات ولكن لم يحدد المواقع بالزبط وتعتمد على ربط الزلازل كذا وحركات النجوم وحذر من يوم سمع عشرين وتمانية وتلاتين وزي ما احنا شفنا احنا النهاردة اهو جبنا عدة زلازل بقوة ستة درجة وستة واحد من عشر درجة موجودة هو ما قالش ان لازم تحصل زلازل في المنطقة بتاعتنا وبس ولكن قال هيحدث في العالم زلازل وفعلا في زلازل كتير جدا وفي زلازل بقوة عالية اليوم بالذات وهو بيقول يوم تسعة وعشرين ويوم تلاتين والغاية يوم واحد وتلاتين بسبب استفاف النجوم النادر اللي هيحدث انها تحصل موجة عالية مع كمان ان احنا عارفين ان حصل صدع وفجوة كبيرة جدا في تركيا في الصدع الزلزالي من ساعة ستة فبراير فده بيقول لك العلماء ان لازم هذا الصدع وهذا الفراغ وهذه الفجوة لازم ان تمتلق تمتلق يعني الارض تميل على هذا الفراغ تاني وتملقه عشان الارض تميل لازم يحدث زلزال عظيم وهذا الصدع مؤثر في مرمرة وفي اسطنبول ومن هنا جاء ان احنا كل ما يقولوا ان فيه زلازل قوية هتحدث في العالم بنربط دايما بهذا الصدع ان ممكن يحدث هذا الزلزال العظيم اللي في تركيا وقلنا هنفضل مع الكذاب لغاية باب الدار على هذا الهولندي او المية تجد بالغطاس وبرضو هنشوف من هنا ليوم 31 هل سيحدث ما يقول او لا وهنتابع لكن عندنا هنا بيكشف الخبير التركي خبير تركي يكشف عن المدن التي يتوقع حدوث زلازل او زلزال قريبا فيها وهو بيكلم اليوم السلساء 28 مارس وده من موقع برضو تركيا نفسه فماذا يقول هذا الرجل وما هي الدول او المدن اللي هيحدث فيها ده علشان الناس برضو تخلي بالها كشف عالم الزلازل التركي الشهير ناسي جور يوم الثلساء اليوم عن المدن التي يتوقع حدوث فيها زلازل قريبا بعد زلزال قهرمان مرعش جنوب تركيا وقال ناسي جور في تصريحات صحفية ان الخطرة زادة في منطقة بنجول وكارليوفا ومع تأثير زلزال قهرمان مرعش بسبب نقل الضغط الناتج عن هذا الزلزال فان التعبئة ممكنة في منطقة اضنى ويتوقع وقوع زلزال فيها ده اول منطقة اضنى واضاف جور يجب ايضا القيام بعمل خاص للاستيطان الصناعي في اسطنبول ويجب اخراج معظم المؤسسات الصناعية والمناطق الصناعية المنظمة بما في ذلك البيئة المباشرة في مرمرة وتابع ان الوقائع التي ظهرت في محافظات مثل غازي عنتاب وكارمان مرعش تعتبر مدن صناعية وتظهر انه لا يوجد اعدادا من حيث الصناعة مضيفا اذا لم ندفع 20 مليار دولار للاستعداد فسندفع 100 مليار دولار خسائر واكد ان المناطق التي يتوقع حدوث فيها زلزال مرمرة الزلزال اولا هي مرمرة وازرينجان وبنغول وكارليوفا وازمير وانطاليا وقيصري وسيفاس وملاطيا والجانب الاوروبي من اسطنبول وسيتم الشعور به بقوة في المناطق الواقعة على بعد 10 كيلو مترات من الساحل واشار الى ان زلزال مرمرة المحتمل سيدفع تركيا العملية لا تستطيع فيها التعافي اقتصاديا وسياسيا لسنوات عديدة ونحن نسأل ان جعل المدينة مرنة يعني جعل الاقتصاد مقاوما للزلازل واذا توقفت عجلات الاقتصاد في منطقة مرمرة فان المنطقة ستنهار انهيار هذه المنطقة سيكون انهيارا لتركيا كلها لان اكثر من نصف الانتاج في تركيا في هذه المنطقة لنتخيل موقفا لا تستطيع فيه عجلات منطقة مرمرة الدوران بسرعتها القديمة لمدة عشر لخمستاشر عام في مثل هذه الحالة لا يمكنك التحدث عن الاستقلال السياسي اذا حدث زلزال في مرمرة فلن يتمكن هذا البلد من تقويم ظهره بسهولة واضافة انه كذا كذا والكلام ده ولكن الكلام اللي قاله احنا قلناه قبل كده ان الاقتصاد التركي يتمركز في اسطنبول ومنطقة مرمرة وان ما فيش اي عالم في العالم قال ان هذا الزلزال لن يحدث بعد زلزال الكهرمان مرعش وهذا الصدع والفجوة الزلزالية الكبيرة جدا كله قال ان هذا الزلزال متوقع بل يعني توقع حدوثه مائة في المائة ولكن الموعد هو اللي عليه اختلاف لانه لا احد قادر او عنده الاستطاعة او العلم لم يتمكن من التحديد الوقت بالزبط ولكن ميكانية حدوثه فهو مائة في المائة سيحلس طيب لو حدث واقتصاد تركيا وقع بالكامل هو بيقول من عشر خمساشر سنة عشان تقوم تركيا تاني انا من دراساتي انا راجل درس اقتصاد كويس جدا واخد شهادات فيها اقول لك ان تركيا ولا تلاتين اربعين سنة علشان تقدر تقوم لو حدث زلزال مرمرة لم تستعد تركيا وتنقل بضائعها ومصالحها وكل ما هو اهم في هذه المنطقة في هذا الوقت الراجل ده بيتكلم ويصرخ عديله كتير انقله كل ما هو مهم من اسطنبول وطبعا موضوع خطير يعني تركيا في ازمة غير عادية جماعة لو تقيلتوا ازمة اقتصادية غير عادية ازمة انسانية غير عادية لعنة حلت عليها وبلاء عظيم فعلا في تركيا وتوقع الزلزال كل يوم وتوقع الموت كل يوم والانهيار ده يعني صعب كمان جدا 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 ربنا يكون مع شعب التركي وربنا يكون مع كل الشعوب البريئة التي تعاني في العالم هنتابع مع حضراتكم ونشوف ايه اللي هيحدث ولكن طبعا ده خطر داهم ومحلق على تركيا من الان حتى نرى ماذا سيحدث في زلزال مرمرة او زلزال اسطنبول في نهاية الفيديو بفكركم بعمل الاعجاب واللايك للفيديو نشر الفيديو يا جماعة انشروا المعلومة ما تنسوش تشاركوا المعلومة مع اصدقائكم اشتراك في القناة ليصلك كل جديد باشكر حضراتكم بفكركم بالمستضعفين في الارض وفي كل انحاء العالم بفكركم بيها استنوني في فيديوهات مهمة جدا مش لازم تبع زلازل في حاجات مهمة تحدث في العالم من حولك فانتظروا الفيديوهات القادمة لم يتبقى لي الا شكر حضراتكم واترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع اشتركوا في القناة